ترقب في تونس لإعلان رئيس الوزراء المكلف الياس الفخفاخ للشكل النهائي لحكومته قبل يوم من نهاية المهلة الدستورية الساعات الأخيرة شهدت تغير في مواقف بعض الأحزاب تجاه حكومة الفخفاخ لتفتح الباب أمام احتمالية منحها الثقة في البرلمان فبحسب وسائل إعلام تونسية تتجه حركة النهضة لمنح الحكومة الجديدة الثقة ذلك بعد قبول المقترحات الأخيرة بإدخال تعديلات على تشكيلة الحكومة التي أعلن عنها الفخفاخ بشكل أولي قبل أيام كما أشارت مصادر بحزب قلب تونس لأن الحزب يدرس جميع الاحتمالات بشأن منح الثقة للحكومة الحزب الدستوري الحر في المقابل جدد دعوته إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإلى إقصاء حركة النهضة من المشاركة في الحكومة من أجل تصحيح المصار السياسي في تونس تطورات جاءت على خلفية تهديد الرئيس التونسي قيس سعيد بحل مجلس النواب والتوجه نحو انتخابات برلمانية جديدة في حال لم تنى الحكومة الفخفاخ الثقة في البرلمان